السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سنتعرف عن الفئة المستفيدة الأولى من هذا الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا باسبانيا الذي يخص المهاجرين الذين يدفعوا أوراق بدون كونتراتو فكما شاهدتم كان هذا هو موضوع الساعة الذي تحدث عنه الكثير من الناس عبر اليوتيوب وتم نشر مئات الفيديوهات بجميع اللغات لكن أغلب هذه الفيديوهات لا تخلو من المغالطات بل هناك ما هو مبالغ فيه من هذه الفيديوهات حيث تمت المبالغة في تفسير هذا القانون فطبعا لا يمكن لشخص عادي أن يشرح حكم قضائي بهذه السرعة إلا إذا كان ذلك من اختصاص فإلا إذا كان ذلك من اختصاصه فمثل هذه الأحكام المبهمة المتعلقة بقانون الهجرة لا يمكن شرح مضمونها إلا من طرف اختصاصي في شهون الهجرة والمهاجرين يقول أحد المحامات اليوم أن الفئة المستهدفة والمستفيدة أو التي ستستفيد من هذا الحكم القضائي ستستفيد بالدرجة الأولى وهم الأشخاص اللاجئين وطبعا هذه الفئة لم يتحدث عنها أحد في الفيديوهات السابقة لكن هم المستفيدون أو هم من سيستفيدوا من هذا الحكم بالدرجة الأولى وبالأغلبية الساحقة هم الأشخاص اللاجئين اللي كانت عندهم ترخيطة حمرة وكتزاوا أكثر من ست شهر ونهار فعندهم أكثر من ست شهر كتزاسيون في الضمان الاجتماعي لكن هذل الأشخاص من بعد انتهت صلاحية البطاقة اللجوء ديالهم ولم يتم تمديدها ولم يحصلون حتى على برميسو دي ريزيدنسيا أو ريزيدنسيا برميسو دي ترباخو ما حصلوش عليه في ذلك الفترة اللي كانت محددة لهم فما نعرفش كيعطوهم عامين أو ثلاث سنين كيعطوه هذه الترخيطة الروخة وهذه الترخيطة اللي هي تحت اللوجو ممكن ليه يخدم بيها كان الناس فعلا اللي يخدموا بهذه الترخيطة لكن من بعد ما كملت لهم هذه الترخيطة الحمرة القاوروس هم في الشارع يعني انتهى لهم الوقت ما بدلوش الترخيطة ديالهم وما حصلوش على البتاقة ديال برميسو دي ترباخو وهذا الكاسو كتير بزاف في اسبانيا وخاصة في صفوف المهاجرين من مواطني الدول الشمال الأفريقية لأن هناك بزاف ديال المغاربة وجزائريين كانوا حصلوا فعلا حصلوا على بطاقة لاجه ولكن من بعد حيدوها لهم وبقوا بدون أوراق هذه الناس كان فيهم بزاف خدامين بهذه الأوراق وعندهم الكوتيزاسيون في الضمان الاجتماعي ولكن من بعد تحيدو لهم هذه الأوراق الآن من ضمن الناس اللي كيشملهم هذا القانون اللي هو لهذا الحكم القضائي اللي هو إجباري على كل إكسران خيرية تكمبليه الآن عندهم حق يصاكوا واحد الانفورمي دي بيضا لابوران إلا كان فيه أكتر من ست شهر أكتر من ست شهر ونهار عنده حق يدفع بدون كونتراتو ولا بري كونتراتو ولا أي شيء يعني يدفع عادي طبعا إذا كان يستوفي الشروط الأخرى اللي جات في الحكم القضائي وهنيئا لهاد الفياه هذه وهنيئا لجميع الناس غير شرعيين مهاجرين غير شرعيين الله يوفقوا امتاهما ويحصلوا في هذا القانون لكن الأمر نريد أن نشيره الوحد النقطة اللي هي أن هذا الحكم ما زال فيه فصول أخرى اللي ما زال ناس ما ترقلها أو ما زال ما فهمها لهذا أي شخص عنده شيء ظروف تشبه لهذا الظروف ما عليه إلا أن يقوم باستشارة أحد الإختصاصيين في شهر الهجرة فلابد أن يكون حل للجميع إن شاء الله وإليكم الشرط في هذا آخر شكرا للمشاهدة وإنهارا ...una vida laboral mínima de seis meses en nuestro país... ...además va a conceder un permiso de residencia en España... ...por cuestiones de arraigo laboral... ...a todas aquellas personas que tengan tarjeta roja... ...o incluso el resguardo blanco... ...que puedan aportar que hayan trabajado seis meses... ...de forma legal en España... ...e incluso a aquellas personas extranjeras... ...que por cualquier cuestión... ...hayan perdido su renovación de la tarjeta de residencia... ...para ello se deben de cumplir los siguientes requisitos... ...demostrar y aportar que se ha estado viviendo en España... ...durante un periodo mínimo de dos años... ...no tener antecedentes penales ni en España ni en el país de origen... ...y poder certificar una vida laboral mínima de seis meses en nuestro país... ...además esta sentencia en Tribunal Supremo... ...tiene jurisprudencia... ...lo cual significa que tiene rango de ley... ...y todas las oficinas de extranjería en España... ...están obligadas a su cumplimiento. Para todos aquellos que necesitáis solicitar arraigo... ...y no podéis hacerlo porque no tenéis contrato... ...promesa de contrato... ...se abre una senda de esperanza... ...una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo... ...defiende que hay arraigo cuando... ...de un informe de vida laboral... ...se pueda desprender que se han cotizado al menos seis meses y un día. Ojo, esto no quiere decir que a partir de ahora... ...todas las solicitudes de arraigo vayan a prosperar... ...adjuntando este informe. Lo que quiere decir es... ...que aquellas personas que se encuentren en situación irregular... ...porque han visto denegados o asilo, por ejemplo... ...pueden defender su arraigo... ...a través de los cauces legales oportunos... ...basándose en esta sentencia. Lo digo porque no quiero que mis colegas... ...cuando copien este vídeo... ...os hagan promesas que no se pueden cumplir. De todos modos, si hay algún interesado en la sentencia... ...no puede escribir por privado... ...estela con el Espíritu del Premio de Sique... ...conhella en este momento. Como mafáganleşen... ...a pero ustedes, si he visto y os sentimientos... ...habían... ...háde... ...tarece... ...tanece, ...tarece, ...el ...conhella... ...conhella... ...de este nuevo argumento... ...conhella... ...conhella... ...un ...el ...de ...un ... ... ويمكن يدفعوا راقد يرهم.